بعد سنوات من الانقلاب المر وطعط لأداء الحكومة ومؤسسات الدولة ياتي إعلان الحكومة الشرعية من عدن عن موازنة البلاد العامة لسنة 2019 بإجمالي تريليونين ومائة وتسعة وخمسين مليارا ومائتين وواحد وسبعين مليون ريال فيما بلغ تقدير حجم النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليونات ومائة وأحد عشر مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال أي بعجز مالي بلغ نحو ثلاثين في المئة تقول حكومة الدكتور معين عبد الملك إنها تسعى لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحجد التمويلات الخارجية إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات الموازنة هذه المرة تأتي في ظل مخاوف كثيرة من إغفاق الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي الذي يقف على مهددات كثيرة خصوصا بعد أن تعطلت حركة النمو في البلد وتوقفت مصادر الدخل للدولة بالمقابل نشط اقتصاد الحرب ووقع البلد بين دائرة مصالح النافدين الحرب كانت لها تبعات اقتصادية هائلة من أبرز أسبابها التضخم المالي لسهذا وحسب فغياب الشفافية والشكوى من فساد المسؤولين في الشرعية وعدم التزام المسؤولية المناطة بهم يجعل من الحديث عن الموازنة دواء لا حيلة له بعد أن استفحل الداء فبلد يكاد يكون منعدم الموارد ويعيش ظروف حرب بات اليوم بحاجة لما هو أكثر من إعلان موازنة وتجاوز ذلك إلى إغاثة نصف اليمنيين المهددين بالجوع ناهيك عن ملفات كثيرة لا تزال محاطة بالغموض والقلق المصيري أبرزها وقف الحرب وإعادة الإعمار وقبل هذا وذاك عودة الرئيس هادي وبقية أعضاء الشرعية من الرياض والعواصم الدولية وتفعيل دور البرلمان الإشرافي على مؤسسات الدولة يقول متابعون إن موارد الدولة المستلبة لا تزال تمثل وقود حرب ضد اليمنيين سواء تلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أو تلك التي تسيطر عليها القوات الموالية لأبو ظبي والرياض ولن ينتهي كل ذلك ما لم تنتهي الحرب